اذاعة يو في بي ستة وسبعين او اذاعة الاشباح الازاعة اللي من يوم تاريخ البث بتاعها وهي بتبث موجات غير مفهومة حتى رسائق اللي بتتبعت من السنة للسنة برضو غير مفهومة يا ترى ايه القصد من نشأة الازاعة دي وهي بتبث ايه يلا بينا نشوف قصة الازاعة الاغرب في العالم والوحيدة اللي بتبث النوع ده من الزبزبات اذاعة يو في بي ستة وسبعين او اذاعة الاشباح ده الاسم اللي اطلقوه على الازاعة الروسية اللي بدأت بثها في السبعينات ولكن بدأت تلف الانظار حواليها سنة الف تسعمية اثنين وتمانين لما بدأ الناس لاحظ ان فيه اذاعة موجودة بالفعل والتردد بتاعها اربعة تلاف ستمية خمسة وعشرين ما بتبثش غير حاجات غير مفهومة صوت طانين طول الوقت وده اللي استغراب له كتير جدا حوالي العالم ايه الغرض من نشأة الازاعة ده ومين اللي بتوصل له البيانات بتاعتها في جميع انحاء العالم لما الناس كلها بدأت تتكلم عن الازاعة وعن البس اللي بتفضل تبثه اربعة وعشرين ساعة بدون انقطاع من السبعينات تطوع فريق من الباحثين وقال لازم نشوف الزبزبات دي بتقول ايه او الرسائل اللي بتتبعت معناها ايه عشان نفهم الغرض من الازاعة دي ولكن في اول رسالة تم رصدها اتذكرت اسم يو في بي ستة وسبعين وعشان كده سموا الازاعة دي بيو في بي ستة وسبعين وبما ان الكلام اللي بتكلموا بيه او اللغة اللي تقال بيها رسالة هي اللغة الروسية اذا المحطة الاذاعية روسية والكلام ده مع رصد اول رسالة كان في 1997 تخيل حضرتك كده اذاعة موجودة من السبعينات تم اكتشافها او رصدها في سنة 1982 واول رسالة تتبعت منها سنة 1997 بعد كده فضل فريق البحث متابعين القناة 24 ساعة في 24 ساعة عشان يخرجوا باي معلومة تضل على القناة دي او على المحطة الاذاعية دي عشان يفهموا هي بترسل مين او بتبعت لها من مين وفي يوم 13 2001 حصلت حاجة غريبة جدا حصلت محادثة قصيرة مش مكلمة او حد بيتكلم ولكن هي محادثة قصيرة جدا جدا ولكن الكلام كان مفهوم جدا جدا وكأنها كانت اشارة المتحدث الاول كان بيقول من واحد الى ثلاثة لا استطيع استقبال المولد عشان التاني يرد عليه ويقول له هذه الاشياء تأتي من غرفة المعدات طبعا هم فاهمين الكلام ده احنا او المستمع مش فاهم ايه اللي بيتقال ولكن برضو هو كلام غير مفهوم وده اللي بيأكد لنا ان في حد بالفعل موجود كبشر في المكان ده مش مجرد اذاعة جاية من الهوى او محدش ليه يد فيها لا ده بالفعل فيه بشر وبتكلمه ايه نعم هم كلامهم مش مفهوم او الكلام اللي بيتقال مش منطقي ولكن فيه كلام بيتقال بتاريخ خمسة ستة الفين وعشرة كانت مفاجأة كبيرة البث توقف في اليوم ده يوم كامل ودي كانت اول مرة تحصل منذ رصد المحطة في الف تسومية اثنين وتمانين ولكن بعد توقف الازاعة لمدة يوم ادر فريق البحث انه يقدر يحدد مكان البث منين كان مكان البث من محطة اذاعية في ولاية بورافورو في روسيا وتاني يوم بالتحديد بدأ بس القناة يرجع تاني او بس المحطة يرجع تاني ولكن من مكانين مختلفين المكان الاول سانت بيتر اسبيرت وموسكو ولما تغير مكان البث صمم الباحثين ان هم يروحوا لمكان البث القديم في بوراروفو عشان يشوفوا المكان ده كان ايه وملبساته ايه ويتحققوا من ان في بشر بالفعل كانوا موجودين هنا هم اللي بيقوموا بالبث ده ولكن لما راحوا المكان كانت مفاجأة كبيرة المكان كان عبارة عن قاعدة عسكرية قديمة للجيش الروسي وكان بالفعل فيه اجهزة البث وخنادق كتير وممرات غير مفهومة وحالة الاجهزة متهالكة واللي باين جدا من المكان ان اللي كانوا فيه اخلوه بسرعة كبيرة جدا نظرا لان الاسلاك اللي موجودة مش متشالة لمخلوعة بالعافية وده يدل ان اللي كان موجود هنا فضل مكان بسرعة كبيرة جدا عشان شيء مجهول بس المحطة دي لسه موجود لحد وقتنا هذا ولو عندك اي راديو عادي وظبطه على تردد 4625 هتقدر تستقبل للبث بتاع المحطة دي ولكن خلينا نقول ايه هي الاحتمالات او المنطق اللي بيقول ان فيه وجود محطة بتبس النوع ده من الموسيقى او الطنين فيه ناس بتقول ان احتمال تكون الرسائل الغير مفهومة دي حاجة ازا عاملة زي الطل غراف كده بتبعتها روسيا لجميع الجواسيس في انحاء العالم وهما معاهم طبعا فك الشفرة دي عشان كده كلام مش مفهوم للناس العادية الاحتمال التاني هو ده الاقرب للمنطقي ان دي اشارات بتبعتها القاعدة العسكرية الروسية للسفن اللي بتبقى داخل البحر والغواصات في المحطات عشان بالفرض لو في يوم من الايام الاتصال اللي سلكي اتقطع او اخترق يبقى عندهم وسيلة اتصال تانية مرئية ومشموعة من الجميع ومحدش يقدر يفكوا الشفرة دي غير اللي معاهم كتاب الشفرة او اللي عارفينها دول الاحتمالين اللي وردين في قصة بتاعتنا النهاردة ودي برضو كانت القصة بتاعتنا النهاردة السلام عليكم